اروح لي استاد القاهرة ومراسلنا من هناك اجواء الدخول الجماهير ومعرفة كل الكوليس من حول الاستاد زميل عزيز خالد ريزي اهلا بك يخلي برحب بك من امام استاد القاهرة تحياتي لك زميلي فتح الله زدام تحياتي لمشاهدين قناة تايم سبورس في كل مكان احنا متوجدين داخل استاد القاهرة الدولي مباراة مرتقبة اليوم بين منتخبنا الوطني وبين اغندا بالتأكيد مباراة تكون صعبة جدا فتح الله يمكن منتخب اغندا النهاردة بيسعى ليه الفوز على منتخب مصر يمكن كان في تصريحات مستر اسباستيان دي ساب الموديل الفني ليه منتخب اغندا وتعلاماته اللي اللي عايبين على التركيز في هذه المباراة والخروج بنتيجة ايجابية لان اكيد نتيجة الايجابية هتضع منتخب اغندا في صدارة المجموعة ولكن على الجانب الاخر منتخبنا الوطني مركز تركيز كبير جدا عنده حماس ودافع كبير الفوز النهاردة عشان يسعد الجمهور الحاضر للمباراة اللي يمكن سمعين بعض اجواء في الاستاذ للهتفات من الان وحتى المباراة بالتأكيد هتفات كتيره لكن لسه الدخول لسه ما فيش اعداد كبيرة من الجمهور ولكن اكيد هيكون في اعداد تزايد مع الوقت حتى معاد المباراة عن البوابات يمكن البوابات هتقفل الساعة 8 مساء قبل انطلاق المباراة بساعة وخلينا اريد ان اقول لك فتح الله يمكن مصر خفير اجري المدير الفني لمنتخبنا الوطني مبارح في المران لمنتخب مصر على السادة الكليا الحربية كان مركز جدا مع اللاعبين على طريقة اللعب والتركيز والصبر على الكرة ما بقاش فيه تصرع فيه الكرة وبناء الهجمة من الخلف بالتأكيد ويمكن كان اكتر شيء بيوجه للعبين على الباص السريع والباص السليم وعلى بناء الهجمة من الخلف للامام واللاب فيه بعض الاوقات على الكرات الطولية على الجوانب سواء الجنب اليمين او الشمال لاستغلال سرعات محمود تريزيجي ومحمد صلاح يعني يا زميلي فتح الله لو عندك اي سؤال اتفضل الجماهير زي ما انت بتقول انك من حد ما لسه لم تمتالل حتى الان ولكن ماذا عن الدخول فيه سلاسة موجودة ما فيش اي مشكلات زي ما شفنا فيه الافتتاح زينا اكد على ده عشان اللي كل واحد قاعد في بيته ومستنى ان هو ينزل المباراة مايبقاش الان مشكلات البوابات ودخوله ليها والسيستم الخاص بيدخولنا فيها البوابات للملعب يعني خلنا لك فتح الله يمكن الدخول للملعب خلاص احنا بقنا معتدين على طريقة الدخول المميزة بقى فيه احترافية كبيرة جدا لماصر فيه طريقة الدخول وطريقة الخروج ايضا الامن بيتعامل مع الجمهور الحاضر بشكل حضاري جدا انا واحد من الناس اثناء دخولي لأرض الملعب كان فيه في التفتيش نظام في التفتيش كان فيه اسلوب كويس في المعاملة وايضا الجمهور الحاضر بيكون فيه تعليمات مهمة ليهم على الدخول باشياء معينة ومنع دخول اكيد اشياء معينة ليهم ولكن باسلوب حضاري اسلوب مميز الطرق للممرات حتى استاد الكهراء وحتى المداخل المختلفة لستاد الكهراء بيكون فيه تعليمات توجهات من الفلانتيرز اللي موجودين خارج الاستاد على طريقة الدخول مفيش حد بيواجه صعوبات مفيش حد من الجمهور بيلاء ازمة ويمكن كان في حديث بعض الجمهور اللي كنت اتكلمت معهم من قبل كانوا بيتكلهم عايف ان الدخول اصبح سهل النهاردة وكان فيه زمان في بعض البطولات في مصر بيكون فيه بعض التدافع على بوابات الاستاد ولكن في هذه البطولة لا يوجد تدافع لا يوجد ازمات كل شيء على ما يرمو اكيد شيء فخر لنا كلنا كمصريين ان نشوف فيه احترافية فيه الدخول والخروج وبعد وضع الفان اي دي بالتأكيد وانظام التيكت الجديد اكيد بقى الموضوع اسهل واحترافي اكتر شكرا لك زميلي خالد من السادة القاهرة وده اللي بنقى كده عليه مسألة الفان اي دي والدخول من خلال بوابات يمكن هو دلوقات اكدنا خالد على عدم التواجد الكامل لجمهور ده بشكل طبيعي جدا انه خلاص بقى عندنا سيستم هيقدر يجي قبل المباراة بالتوقيت قبل اغلاق المباراة بساعة هيقدر يخش بكل سلاسة مش هيبقى عنده مشكلة في الدخول فده ينكم شوية مخلي العدد الموجود ومش للعدد الكبير اللي احنا منتوقعه وكنا منشوفه قبل كده منروح منبادر جدا قبل مباراة بأربعة وخمس ساعات عشان نبقى متواجدين ونحجز اماكن كل واحد عارف مكان هو فين كل واحد عارف ان هيخش من اي بوابة هيسهل امور كثيرا عشان كده ده اللي حنقدر نستغل في مواقع ده من مكاسب اكيد من بعد البطول